بعد انقطاع لفترة طويلة ها هي كرة الطائرة النسوية تعود من جديد بين أندية كاركوك بدعم من ممثلية كاركوك لللجنة الأولمبية الكردستانية وبإشراف الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة وقيمة بطولة أندية كاركوك بعد انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة قررنا أن نقيم بطولة أندية كاركوك للطائرة النسوية بالتعاون مع ممثلية كاركوك لللجنة الأولمبية الكردستانية والغرض من هذه البطولة هي إعادة النشاط للطائرة النسوية التي تعرضت لانقطاع لفترة طويلة ولحسن الحظ شاركت أربعة أندية في هذه البطولة بمشاركة أربعة فرق والتي هي سولاف والشورجة والفتاة والاتحاد كاركوك حيث جرت في اليوم الأول للبطولة مباراتا الأولى كانت بين نادي سولاف والاتحاد كاركوك وكانت الغلبة لفتيات سولاف حيث استطعنا الفوز بشوطين دون مقابل وفي مبارات الثانية كانت بين نادي الفتاة والشورجة حيث فازت فتيات الفتاة بسهولة بشوطين دون مقابل على فتيات شورجة نحن كفريق فتيات الشورجة شاركنا في هذه البطولة نأمل أن نظهر في مستوى جيد خلال البطولة ونحقق المطلوب وأتمنى مشاركة جميع لعبات كاركوك في هذه البطولة لكي يعلم الجميع أن لعبات كاركوك ليس أقل شأن عن لعبات بقية المحافظات بطولة يندية كاركوك للطائرة النسوية خطوة نحو إعادة نشاط كرة الطائرة وتوفير الأرضية المناسبة لاستقبال مواهب جديدة للنوضي بواقع هذه الرياضة